وينضم إلينا من الناصرة الدكتور محمود يزبك المحاضر في جامعة حيفا والمختصة في الشعب الإسرائيلي دكتور يزبك مرحبا بك على شاشة الغد بداية لماذا هذه الاستقالة في هذا الوقت بالذات من رئيس شعبة الاستقبارات العسكرية بعد مرور 199 يوما على 7 من أكتوبر مساء الخير يعني واضح أنه هذه الاستقالة كان يجب أن تأتي في وقت مبكر حتى يعني مع بداية الحرب مع بداية الفشل الإسرائيلي لاستخبارات وهو هذا الشخص يعني كان يعني وظيفته هي رئيس الاستخبارات ومعنى ذلك أنه هو شخصية فشلة في التنبؤ بما حدث في 7 أكتوبر وبمقدرة حماس والآخر وكان قد أعلن حليوة كان قبل مدة من الزمن عن نيته بالاستقالة لكن يعني أراده على الأكل في هذه الفترة قدر الإمكان ابقاه حتى يعني يتم تدارك الأمور لكن على ما يبدو أنه وصل إلى مرحلة لم يستطع بعدها أن يبقى في الجيش بسبب الضغوط الكثيرة يعني عليه أنه كشخص فاشل وما زال يقوم بالوظيفة التي فشل بها وأكثر من ذلك الفشل الأخير كان حين كانت يعني يوم 13-14-4 حين كانت الضربة الإيرانية التي وجهت لإسرائيل الصواريخ والمسيرات الإيرانية حتى في هذه القضية حسب تقديراته وحسب الرسالة التي بعتها للحكومة التكرير المكتوب الذي أرسله للحكومة بأنه لا يتوقع نتيجة للهجوم الإسرائيل على الكنصرية الأمريكية هو لا يتوقع أن يكون رداً إيرانياً بهذا الشكل لأنه إيران يعني مردوعة يعني قوة الردع الإسرائيلية ما زالت موجودة وهذا الفهم لدى هذا الشخص هو أنه يعني إسرائيل لديها قوة الردع هي التي جعلته يعتقد قبل 7 أكتوبر بأنه لن يكون في حماس منذ عام 2021 أي تحرك يعني يغير المعادلات العسكرية في المنطقة هل هذه الاستقالة ستفتح الباب لاستقالات أخرى دكتور محمود يعني سمعنا اليوم أنه رئيس القيادة المركزية لواء يهودا فوكس أيضاً يعني أخبر رئيس الأركان بأنه ينوي الاستقال نعم يعني واضح جداً أنه الكثير من على الأكل من العسكريين الإسرائيليين ينتظرون الوقت المناسب للاستقالة وقد عبر عن ذلك معظمهم معظم يعني الصف الأول في الكيادة العسكرية التي كان لها علاقة بالفشل في غزة أنه تنوي الاستقالة وتحملت المسؤولية يعني رئيس الأركان الإسرائيل رئيس الأركان الجيش هو أعلن أنه يتحمل مسؤولية لكن يرهي قضية استقالته من هذا الفشل والسبب يعني القضية الأساسية هي ليست استقالة يعني قيادة الجيش قيادة الجيش تعترف أنها فشلت وتنتظر الوقت المناسب للاستقالة وطبعاً سيأتي بعد هذه الاستقالة مثل ما ذكرت فوكس وغيره من سيعلن أنه خلص يعني لم يعد يحتمل أن يبقى في وظيفته كفاشل والسؤال المهم أنه هل القيادة السياسية الإسرائيلية وعلى رأس الهرم رئيس الحكومة الإسرائيلية وهو أكثر من فشل في هذه القضية هل هذا سيشجعه أو سيدغطه من أجل تغيير موقفه بأنه هو ليس مسؤولاً عن الفشل العسكري بل إذا تذكر معي سيد العزيز يعني في بداية الحرب وقام نتنياهو بكتابة تويت معين صحيح وتم محوه باعتين أو ثلاثة ساعات يعني به خيادة الجيش صحيح وهناك كانت القرار راضح القرار الذي اتخذه نتنياهو بأنه يريد أن يحمي نفسه وأنه ليس مسؤولاً عن الفشل ولكن مجتمع الإسرائيلي كله يحمل رئيس الحكومة المسؤولية وهناك ربما في هذه النقطة دكتور محمود من يعتبر استقالتها حليفة هي رسالة منه إلى المواطنين الإسرائيليين بأن الحرب كعملية عسكرية الحرب انتهت لم يعد هناك فائدة وأن استمرار العملية العسكرية في غزة فإنما هي رغبة من نتنياهو للبقاء في المشهد السياسي هذا كلام صحيح مع بالمهة ويجب أن نتقل كذلك قبل هذه الاستقالة بأنه هناك قبل حول ثلاثة أشهر وأكثر حتى كانت هناك رسالة موجهة من 124 ضابط في الجيش الإسرائيلي ضباط كبار سابقين في الجيش الإسرائيلي وجهوها إلى نتنياهو وقالوا بها بالحرف الواحد بأن إسرائيل لا تستطيع أن تربح في هذه الحرب تكسب هذه الحرب يجب على إسرائيل أن تعترف أنها فشلت فيها وتتحمل مسؤولية هذا الفشل هذا كان قبل حوالي 13.5 تقريبا وما زال الوضع كلما تقدمت الأيام نعم هناك ضمار أكبر وعدد قتلى أكبر من الفلسطيين أطفال نساء أولاد يبتلون يوميا بكميات آئلة وكبيرة ولكن على المستوى العسكري على ما يبدو أن الحرب استنفذت نفسها وكما يقول القائد المستقيل هريفة أنه عمليا هو يكتب في رسالته بأن هذا الوضع الذي تعيشه الإسرائيل يجب أن يغير من الأساس ما معنى كلمة تحييره من الأساس يعني بشكل واضح أنه إقامة لجنة التحقيق يطلب الآن إقامة لجنة التحقيق ومن يمنع إقامة لجنة التحقيق والحكومة ورئيس الحكومة الإسرائيلية ويريدها ليس لجنة التحقيق عادية ولكن يسميها لجنة التحقيق رسمية بمعنى أن يسن قانون في الكنيسة الذي يعطي لهذه اللجنة صلاحيات خراسة حسب القانون وتستطيع إقالة بل وسجن المسؤول عن الفشل الذي حصله 7 أكتوبر وحتى عن فشل الحرب كاملة لحد خليل وبما أن إسرائيل فشلت في هذه الحرب ولذلك نتنياهو يعني يعرف أنه إذا ما قامت لجنة التحقيق هذه قد تفتح أمامه أبواب السجن بشكل واضح وغيرها دكتور أعود إلى هذه الشخصية هارون حليفة يعني الجميع يعلم بأنه كان مع أسرته في منتجع في إيلات وأنه لم يكن لديه رد الفعل المناسب على ما تم إبلاغ به في يوم السابع من أكتوبر قبل عدة ساعات من بدء هجوم حماس نص الاستقالة هل يفهم منه أنه يحمل المسؤولية للشعبة بكاملها الشعبة نفسها شعبة الاستقبارات العسكرية وليس شخصه فقط نعم يعني أولا هو أعلن أنه يتحمل المسؤولية يعني هذا شيء واضح بما أنه رئيس الشعبة ولذلك هو يتحمل المسؤولية ولكن يعني حينما تكون نجة التحقيق وحسب ما يعني يتصور الكثير من المراقبين بأنه ليس فقط الصف الأول يعني القيادات هي التي ستحمل المسؤولية ولكن تحت الصف الأول يكون الصف الثاني كذلك مسؤول لأنه لم يستطع التواصل ما بين الصف الثاني والصف الأول هذه مشكلة كثيرة جدا يعني في اللوجيستيكا كما يسمى الإسرائيلية بمعنى أنه القيادة كانت لساعات طويلة لا تعلم ما يحدث ولكن الأخبار موجودة عند الصف الثاني الذي يكون المنطقة ولم يعلم الرئاسة رئاسة الجيش أو رئاسة الاستخبارات أو غيرهم إلا بعد ثلاثة أو أربع ساعات وكانت القضية قد انتهت يعني فهذا كله يعني يشير على أنه الفشل هو ليس فشل فرد واحد إنما فشل منظومة كاملة عسكرية وسياسية خاصة إذا يعني عفوا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال هي أكبر وأضخم شعبة في الجيش وربما التاريخ يكرر نفسه دكتور محمود هذه الشعبة أيضا حملت مسؤولية هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر 73 نعم يعني بمعنى هذا ما تقوله 100% يعني واضح جدا أنه بمعنى هذه الشعبة على الرغم منها كانت تتباهى بإنجازاتها التكتكية هنا وهناك يعني حينما يتم اغتيال شخص ما فتكون الشعبة هذه يعني كأنها جمعت المعلومات والآخر خاصة يعني تتعاون مع المساد في كثير من الأشياء وتتعاون مع الشباك في كثير من الأشياء فلها هي علاقة في العمليات التي تكودها إسرائيل اغتيالات خاصة في خارج البلاد وفي داخل المنطقة الغربية وغزة وكانت يعني هذه الشعبة تضع نفسها في الواجهة بأنها هي من أهم من الشعب الاستخباراتية والنجاحات والآخرين وفجأة وعمليا ليس فجأة يعني هذا هو نفس الضابط كانت له إخفاقات أخرى غير هذه الإخفاقات مثلا حينما تم 2006 يعني في حدود لبنان اللي حدث الشهيرة اختفاف الجنود الإسرائيليين هو كان يعني قائد الفركة العسكرية التي كانت في تلك المنطقة ولم يستطع أن يفعل وفشل هناك وعلاك القضية التي تسأل اليوم يعني حينما يتم التدقيق في تاريخ هذا القائد أنه حدثت في فترات قياداته للجيش بدرجات المختلفة إخفاقات كثيرة وعلى الرئيب من ذلك تم تكديمه وتقدم في صفوف الجيش إلى أن وصل إلى ما وصل إليه إذن هل فيه هناك في المنظومة العسكرية في تقدم القيادات العسكرية في منهجية تقدم القيادات العسكرية في خطأ ما هذا السؤال سيكون سؤالا تركزيا في نجلة التحقيق لأنه هذه الشخصية حداد قد فشلت عدة مرات وعلى الرغم من ذلك استطاع أن يتقدم في صفوف الجيش إلى أن وصل إلى الوقت وأخيرا هناك على ما يبدو ومعلوم للجميع أن هناك تحقيقات داخلية تجرى داخل جيش الاحتلال أين التحقيقات التي تجرى فيما يتعلق بالسياسيين فيما يتعلق بالقادة السياسية لا يوجد أستاذ العزيز نتنياهو منع حتى من مراكب الدولة لإجراء أي تحقيق في قضية مراكبة لكل ما يتعلق بالحرب إن كان للسياسيين أو للعسكريين وحتى في الجيش الإسرائيلي حينما أراد رئيس الأركان أن يجري نوع من استخلاصات طولية للفشل وإثما هو أراد أعلن عن ذلك أن هذا الاستخلاص من أجل مصلحة الجيش حتى يعرف كيف ينظم نفسهم الجديد منع من القيادة العسكرية وبشكل واضح لأنه قاسم من القيادة السياسية لأن القيادة السياسية بنتنياهو لا يريد أن يجرى أي نوع من التحقيق لأنه يعرف معرفة كامة بأنه أي تحقيق يكون في الجيش أو في المؤسسة السياسية سيشير بأصابع الاتهام إليه هو شخصيا ولذلك يمنع ذلك ويطيل جمن الحرب ومدة الحرب على أمل أن يحصل تغييرا ما ينقذه من هذه القرطة التي ورّت نفسه فيها وعمليا يورّت المجتمع الإسرائيلي ككل في هذه القضية في عجالة دكتور محمود المعارضة الإسرائيلية إلى أي مدى يمكن أن تستخدم وتستغل هذا التطور باستقالة حليفة للضغط أكثر على نيثانيا نعم يعني المعارضة الإسرائيلية عمليا في هذه القضية يعني من ناحية عدد أصوات في الكنيسة هي موجودة في فترة ضعف كبيرة جدا لأنه قسم كبير من المعارضة متحالف مع الحكومة تحالفوا مع الحكومة لأنها حكومة طوارئ مما أدى إلى إبقاء قوى ضعيفة في المعارضة لا تستطيع إلا أن تضغط كلاميا ولكن هل هذا الضغط الكلام استطاع أن يحرك الشارع الإسرائيلي يعني بمئات الآلاف ليخرجوا ضد الحكومة الإسرائيلية لا، هو السبب واضح أن الشعب الإسرائيلي أو المجتمع الإسرائيلي هو يعيش تحت سقف اسمه سقف الخوف الذي حصل مع 7 أكتوبر وهذا السقف الخوف يمنعه باعتقادي من أن يتحرك لأنه أي تحرك يعتقده المجتمع الإسرائيلي سيؤدي بالنهاية لانتصار حماس وهو حتى هذه اللحظة لم يتخلص من هذا الضغط النفسي والخوف ولذلك أنت تشد في أكبر المظاهرات التي تكون حوالي 100 إلى 150 ألف في أكثر المظاهرات بينما قبل الحرب كان هناك أربعمائة وخمسمائة ألف وكانت يعني كرسينا الثانية هو تهتز في المظاهرات صحيح شكرا للمشاهدة